في 9 أبريل 2024 وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيان شنت فيه هجوم شارس على تركيا وعلى رئيسها راجب طيب أردوغان وده بسبب القرار اللي أعلنت عنه تركيا وقتها بفرض قيود على عدد كبير من صادراتها لإسرائيل المهم في البيان ده الوزارة نقلت على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس تصرحات قال فيها أنا أصدرت تعليماتي للمسؤولين بأنهم يبدأوا ينجدوا الدول الحليفة لإسرائيل والمنظمات المؤيدة لإسرائيل في أمريكا ويكلموا كمان أصدقائنا في الكونجرس علشان يبصوا على اللي تركيا بتعملوا معانا ويفرضوا عقوبات عليها في ذات اليوم طلع مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي يهددوا تركيا بنفس التهديدات اللي قالها وزير الخارجية الإسرائيلي على سبيل المثال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بيت ريكتس طلع قال أمريكا لازم تفكر في فرض عقوبات على تركيا ردا على قرارها بتقييد صادراتها لإسرائيل الولايات المتحدة بحسب كلامه لازم تضغط على تركيا والدافع عن إسرائيل التهديدات غير المباشرة دي ما كانتش كافية لردع الحكومة التركية أو دفعها لتخفيف حدة الإجراءات اللي اتخذتها ضد الإسرائيليين بل على العكس الأتراك بعدها بأسابيع وفي تصعيد مفاجئ للكل قرروا في مايو 2024 قطع جميع علاقاتهم التجارية مع إسرائيل والخطوة دي الحكومة التركية ربطتها بالعدوان الإسرائيلي على غزة والحصارة للإسرائيليين فرضينه على القطاع واللي بيمنع وصول المساعدات لأهالي غزة الخطوة التركية الأخيرة هي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات التركية الإسرائيلية العلاقات دي عمرها تقريباً خمسة وسبعين سنة حصل فيها خناقات كتير بين الطرفين ولا مرة الأمور وصلت بينهم للنقطة المنحدرة دي الطرفين كانوا حارسين دايماً على إبقاء الاقتصاد والبيزنس بعيداً عن الخناقة إلى حد كبير الوضع ده فجأة تغير دلوقت الاشتباك بين الأتراك والإسرائيليين بقى سياسي واقتصادي في نفس الوقت الاشتباك السياسي إحنا متعودين عليه وتابعنا فصول منه قبل كده وعارفين سقفه ولكن الاشتباك الاقتصادي على الناحية التانية أولاً جديد وثانياً حدته عالية بشكل ملفت للنظر المفاجئ الأتراك فعلياً قرروا يستخدموا التجارة كسلاح ضد الإسرائيليين والإسرائيليين قرروا يردوا على الأتراك بنفس الطريقة وبناء عليه الوضع حالياً كالتالي تركيا وإسرائيل رفعين سلاح اسمه التجارة ومصوبينه على روس بعض مين اللي يكسب أو مين اللي يد العليا في المعركة دي ومين اللي هيخسر أكتر إسرائيل ولا تركيا دي يمكن هي أكتر الأسئلة اللي شغلة بالناس اللي متابعة القصة دي بس الأسئلة دي علشان نجاوب عليها لازم نلاقي إجابات لأسئلة تانية أسبق منها واللي من ضمنها مثلاً إيه هي طبيعة العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل إزاي أصلاً وصلت للحجم الكبير اللي هي عليه ده من إمتى والأتراك والإسرائيليين بيتجروا مع بعض وإيه قصة الاتفاقية للإسرائيليين بيقولوا للأتراك أنتوا انتهكتوها وما التزمتوش بيها وحالياً لما الأتراك قرروا يعطلوا العلاقة دي حتى ولقوا بشكل مؤقت هل حسبوها كويس ولا تسرعوا وورطوا نفسهم والصال الأهم بقى الإسرائيل متضايقها قوي كده من القرار التركي هل الإسرائيليين هيقدروا يلاقوا بسهولة بديل للبضايا التركية ولا الأمر ده صعب ولو صعب إيه سبب الصعوبة إيه هي الحلول اللي الإسرائيليين بيفكروا فيها حالياً دي عينة من الأسئلة اللي حندردش فيها مع بعض في حلقة النهارد أنا عشرف إبراهيم بالمخبر الاقتصادي بلس في نوفمبر سنة 1947 الجمعية العامة للأول المتحدة صواتت على القرار رقم 181 اللي بيتكلم على خط التأسيم فلسطين لثلاث أجزاء دولة عربية ودولة يهودية والقدس وبيت لحم كانوا حيبقوا منطقة تخضع للوصاية الدولية والجزء الأكبر من فلسطين كان من نصيب اليهود في الخطة دي العرب والمسلمين طبعاً كانوا رفضين مبدأ تأسيم فلسطين أو مشاركتها مع الأصابات الصهيونية اللي كانت مقتصبة مساحات كبيرة منها وده نعكس على تصويتهم على القرار مصر والصعادية وسوريا والعراق ولبنان واليمن وباكستان وإيران وأفغانستان صوتوا ضد القرار دول أوروبية على ناحية التانية كانت واخدة موقف مضاد لنا الأغلبية الكاسحة من الدول الأوروبية صوتت لصالح قرار تأسيم فلسطين اللي نصفنا أو اللي وقف معنا من أوروبا وصوت ضد القرار كانوا هم دولتين اليونان وتركيا وده نقدر نعتبره إلى حد كبير أول اشتباك رسمي من تركيا مع القضية الفلسطينية وكان في صالحنا المهم القرار تم تمريره ولكن ما تمش تنفيذه أبداً لأنه لا العرب ولا العصابات الصهيونية كانوا مستعدين لفكرة التأسيم في 14 مايو 1948 الصهينا أعلنوا قيام دولة إسرائيل في فلسطين المحتلة وده أشعل شرارة الحرب العربية الإسرائيلية أو حرب 48 الشهيرة واللي اشتبك فيها عدد من الدول العربية مع الصهينا في الحرب دي تركيا اخترت الحياج وعدم الانحياز إلى حد كبير لا مع العرب ولا ضده يمكن كلها حركة رمزية كده زي إنها بعتت كادر صغير للتدريب العسكري لسوريا اللي كان الطرف في الحرب وبعتت بعض الخيام والإمدادات للاجئين الفلسطينيين غير كده تركيا ما دخلتش بشكل مباشر في المعركة المهم طوال الشهور الأولى من الحرب اللي استمرت لحد مارس 1949 الأتراك التزموا بالموقف العربي والإسلامي الرافض للاعتراف بوجود دولة اسمها إسرائيل ولكن الوضع ده ما استمرش أكتر من عدة شهور في فبراير 1949 وزير الخارجية التركي وقتها نجم الدين صادق طلع قال يا جماعة إسرائيل حقيقة وقعها وفي أبتر من 30 دولة اعترفوا بها بالفعل وحتى العرب بيتفاوضوا حاليا مع الإسرائيليين وهنا هو يقصد مفاوضات الهدنة اللي كانت بتتم ساعتها في جزيرة رودس وعلى هذا الأساس اعترف التركيين رسميا بإسرائيل في 28 مارس 1949 علشان تبقى أول دولة إسلامية تاخد الخطوة دي ده كان من وجهة نظر العرب خيانة ولكن الحكومة التركية وقتها واللي كان بيسيطر على حزب الشعب الجمهوري اللي هو حزب مؤسس دولة تركية الحديثة كمال أتاتورك صممت على موقفها وفي يناير 1950 السيد سيف الله إسيم قدم أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل وقتها حييم وايزمان بصفته أول رئيس للبعثة الدبلوماسية في تركيا واللي كانت عبارة عن مفاوضية أو مكتب تمثيل دبلوماسي رتبته أقل شوية من السفارة المهم طوال الخمسينات العلاقات التركية الإسرائيلية كانت هديئة لحد كبير وده طبعا باستثناء التوتر اللي حصل بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 واللي قررت على إثره تركيا إنها تسحب القائم بالأعمال من إسرائيل ولكن ده ما كان شعائق قدام وجود تعاون استخباراتي واقتصادي بين الطرفين حتى لو كان تعاون محدود بعد كده في الستينات والسبعينات العلاقة بين الطرفين اتسمت بالبرود إلى حد كبير لا كان فيه تعاون بارز أو قوي ولا كان فيه عداوة بس في نفس الوقت لما صراع العرب الإسرائيلي كان بيوصل لنقاط حرجة الأطراق كانوا يا إما بياخدوا صف العرب يا إما على الأقل ما بياخدوش صف إسرائيل في حرب يونيو سنة 1967 تركيا رغم حيادها العسكري احتجت ضد الهجوم الإسرائيلي ودعمت الدول العربية بشكل صريح في الأمم المتحدة وقررت أن ما فيش قواعد على أراضيها هتستخدم ضد الدول العربية بعد الحرب العلاقة التركية الإسرائيلية اتسمت بالفتور ولكن الأمور ما وصلتش لمرحلة القطيعة والوضع ده استمر لحد ما حصلت حرب أكتوبر 1973 اللي باغت فيها الجيش المصري والسوري الاحتلال الإسرائيلي بهجوم متزامن ومفاجئ وزي ما حصل في حرب 67 الأتراك كانوا محايدين عسكريا في حرب أكتوبر ولكنهم من الناحية العملية تموضعوا في الجانب العربي الأتراك سمحوا للطيارات السوفيتية اللي كانت بتزود مصر وسوريا بالعتاد والسلاح إنها تستخدم مجالها الجوي وفي نفس الوقت منعوا الأمريكيين من استخدام قاعدة أنجل ليك الجوية في إمداد الإسرائيليين بالسلاح والزخيرة وهنا ضروري ناخد بالنا من شيء مهم جدا العلاقات التركية الإسرائيلية طوال الخمسينات والستينات والسبعينات اللي كانت ما بين التعاون أحيانا والفتور والتوتر في أحيان تانية ما نقدرش نعتبرها نعكاس لمزاج الشعب التركي أو تعبير عن توجهاته الحالة دي في الحقيقة كانت نعكاس لعدم الاستقرار السياسي في تركيا خلال الفترة دي واللي حصل فيها انقلبات عسكرية وهزائم سياسية مدوية حكومات اتشالت وأحزاب طلعت وأحزاب اختفت وفي خلفية المشهد السياسي غير المستقر ده أغلبية الأتراك كان موقفهم واضح من إسرائيل وملخصوا أن إسرائيل كيان محتل ومغتصب لعرض فلسطين ويمكن واحد من الأسباب اللي دفعت الحكومات التركية لاتخاذ المواقف اللي اتخذتها سواء في 67 أو 73 هو حرصها على مغزلة رأي العام والأصوات المحافظة فيها المؤيدة لفلسطين ده بالإضافة لوجود اعتبارات تانية زي أمل تركيا في أن العرب يدعموها في قضية قبرص ضد اليونان المهم فتور العلاقة بين تركيا وإسرائيل زادت حدته في أوائل التمانينات والعلاقة اتجهت أكتر ناحية التدهور في يوليو 1980 الكنيسة الإسرائيلي مرر قانون بيشير إلى أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل تركيا ساعتها هجمت القرار الإسرائيلي وصوتت لصالح قرارات مجلس الأمن رقم 476 و478 اللي أدانوا الإعلان الإسرائيلي باعتبروا انتهاك للقانون الدولي وخفضت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ولما الإسرائيليين غزوا لبنان سنة 1982 تركيا أدانت الإسرائيليين ولكن برضو في الخلفية العلاقة بين الطرفين لازالت قائمة وكان محورها الأساسي التعاون الاستخباراتي والعسكري لما جيت رجوت أزال مسك رئاسة الوزراء في نهاية 1983 بدأ يحاول يرمم العلاقة مع إسرائيل لأنه كان شايفها بوابة أو جسر لتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة وكان مقتنع أن إسرائيل من خلال اللوبي القوي تابع لها في واشنطن تقدر تدافع عن مصالح تركيا في أمريكا في الإطار ده تركيا قررت سنة 1986 والأول مرة انها تعين قائم أعمال برطبة سفير في بعثتها الدبلوماسية في تل قبيل اللي تعين وقتها كان دبلوماسي تركي اسمه أكرم جوفندرين التطور ده ما منعش تركيا من أنها تعترف بالدولة الفلسطينية لما تم إعلانها في المجلس الوطن الفلسطيني في نوفمبر 1988 وده حصل في نفس السنة اللي تركيا وقفت فيها ضد المحاولة العربية في الأمم المتحدة لرفض اعتماد ممثلين دائمين لإسرائيل في الأمم المتحدة تركيا صواطت ضد القرار اللي رعيته عدد من الدول العربية برضو تركيا هنا كانت بتلعب دور عدم الانحياز الواضح لأحد الطرفين وعلاقاتها في الوقت ده مع الإسرائيليين كانت إيجابية ولكن بحدود أو قيود بسبب الصراع العرب الفلسطيني القيود دي بدأت تقل والأتراك بقوا أكثر انفتاحاً في علاقاتهم مع الإسرائيليين في التسعينات اللي نقدر نعتبره العقد الزهبي للعلاقات التركية الإسرائيلية المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية اللي بدأت بمؤتمر مدريد للسلام سنة 1991 خففت الحرج اللي كانت بتشعر بالحكومة التركية فيما يخص علاقاتها مع إسرائيل واللي كان سبب رئيسي في إبقاء العلاقات دي عند مستوى منخفض في مارس 1992 تركيا رفعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل والسفير التركي قدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي وقتها حييم هيرزوك وبعد اتفاية أسلو اللي تم توقعها بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين سنة 1993 اللي أتراك شعروا بأريحية أكتر في علاقتهم مع الإسرائيليين وده من باب إن الفلسطينيين خلاص بيتصلحوا مع الإسرائيليين فما فيش معنى أو داعي إن التركيا تبقى متحفزة في علاقتها مع الإسرائيليين غير كده في الفترة دي المقاطعة العربية الرسمية لإسرائيل واللي بدأت برعاية جمعة الدول العربية في الأربعينيات كانت بتلفز أنفسها الأخيرة في السياق ده في يناير 1994 الرئيس الإسرائيلي عزرا وايزمن زارت تركيا في نفس السنة رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر زارت إسرائيل ودي كانت مجرد البداية في النص التاني من التسعينات العلاقات التركية الإسرائيلية انطلقت بسرعة الساروخ والحكومة التركية وبالأخص القوات المسلحة كان عندها رغبة جامحة في تحسين العلاقات مع إسرائيل ورفع مستوى العلاقة معها في معظم القطاعات بما في ذلك السياحة والاقتصاد والأمن بالإضافة طبعا للقطاع العسكري في مارس 1996 سليمان دمرل زار تل قبيب ووقع هناك على اتفاقيات اقتصادية كان أهمها اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل الاتفاقية دي دخلت حيز التنفيذ في مايو 1997 وبفضلها التعاون الاقتصادي بين تركيا وإسرائيل انطلق بشكل غير مسبوق في نفس السنة الاتفاقية دخلت فيها حيز التنفيذ السوق الإسرائيلي اللي أصبح تاني أكبر سوق للصادرات التركية بعد السوق السعودي يكفي أنك تعرف أنه حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل اللي كان لا يتجاوز 440 مليون دولار سنة 1995 تجاوز المليار دولار على سنة 2000 وده قبل ما يتجاوز المليار ونص دولار في سنة 2003 سنة 2003 زي ما حضراتكم عارفين هي السنة اللي أصبح فيها رجب طيب أردوغان رئيس وزارة تركية وده بصفته زعيم حزب العدالة والتنمية اللي كسب لانتخابات البرلمانية التركية في 2002 أردوغان مسك رئاسة الوزراء ما كان صديقه عبدالله جول اللي قاعد في رئاسة الوزراء 113 يوم بس المهم حزب العدالة والتنمية اللي بيرقاسه أردوغان معروف من اليوم الأول بأنه حزب محافظ لوميول إسلامية ولكن خلفية الحزب ما أثرتش بالسلب على العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل طول زعامة أردوغان لتركيا واللي مستمرة من 2003 والحد النهاردة سواء من خلال منصب رئيس الوزراء أو منصب رئيس الجمهورية علاقة تركيا بإسرائيل شهدت توترات وأزمات كتير من أول حرب لبنان ومروراً بالعدوان الإسرائيل على غزة في 2008 و2012 و2014 وفي كل التوترات والأزمات دي العلاقات الاقتصادية بين الطرفين كانت في أمان إلى حد كبير وبعيدة عن الخناءات يعني مثلاً في الأزمة الأشهر بين الطرفين واللي اشتعلت في 2010 لما القوات الإسرائيلية هجمت سفينة مافي مرمرة تركيا اللي كانت جزء من أسطول الحرية اللي كان في طريقه لرفع الحصار عن غزة الإسرائيلين ساعتها قتلوا وأصابوا عدد كبير من ركاب السفينة معظمهم كانوا من تركيا الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة التركية تركزت بشكل كبير في المناحي الدبلوماسية والسياسية والعسكرية أردغان قرر عقب الهجوم مباشرة على أسطول الحرية سحب السفير التركي من إسرائيل ويلغاء مناورات تركيا إسرائيلية مشتركة وبعدين تركيا رفعت قضية ضد الإسرائيليين ودام حكمة العدل الدولية طول الوقت الاقتصاد كان بعيد عن الخناءة بين الطرفين يقطعوا في بعض ويهجموا بعض ولكن في النهاية محدش بيقرب من الفلوس والدليل على ده هو أنه مثلاً حجم التجارة الخارجية لتركيا مع إسرائيل ارتفع من 3.4 مليار دولار في 2010 اللي هي السنة اللي حصلت فيها الأزمة لـ 4.5 مليار دولار في 2011 في ظل الاتفاق الضمني ده اللي كان بين الطرفين حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل فضل ينمو في معظم سنوات سيطرة حزب العدالة والتنمية على الحكم ولكن الاتفاق الضمني ده اضرب بالنار في 2024 مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023 واللي تسبب في قتل أعداد هائلة من المدنيين في غزة معظمهم من النساء والأطفال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم إسرائيل في مناسبات كتير واتحامها بارتكاب جرايم إبادة جامعية ضد إحالي غز التصرحات دي المسؤولين الإسرائيليين ردوا عليها بهجوم على أردوغان وتركيا ولكن الهجوم والهجوم المضاد ده كان ضمن قواعد الاشتباك المعروفة واللي الطرفين متعودين على الخناء في إطارها من التسعينات حتى لما تركيا قررت الانضمام للدعوة اللي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل قدام محكمة العدل الدولية الخطوة دي كانت ما تعتبرش خروجه عن قواعد الاشتباك بين الطرفين واللي ملخصها بالبلد كده أي حاجة إلا الاقتصاد الشتي ما بتلزقش لكن الضرب في الوش ما فيهوش معلش التزام الحكومة التركية بالاشتباك مع إسرائيل ضمن القواعد دي كان سبب في إحباط الأغلبية الكسحة من الشعب التركي واللي كانوا حاسين إن الحكومة التركية مش بتستخدم كامل نفوزها في الضغط على إسرائيل علشان توقف جرائمها في حق أهالي غزة والمطالبات دي مش جديدة بالمناسبة في كل الحروب السابقة اللي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة كان فيه دايما منشدات للحكومة التركية بإنها تستخدم الاقتصاد كسلاح ضد إسرائيل والحكومة التركية كانت بتقاوم الدعوات دي لإنها كانت حريصة أن الأزمة مع الإسرائيليين ما تخرجش عن نطاق السيطرة علشان كده ما كانش حد تقريبا متوقع إن الحكومة التركية ممكن تغير نهجها ده في العدوان الحالي على قطاع غزة لكن فجأة وفي تحرك مباغت وغير مسبوك الأطراق قرروا إنهم لأول مرة ينتهجوا قواعد الاشتباك مع الإسرائيليين ويستخدموا الاقتصاد كسلاح وأداة ضغط ضد الإسرائيليين والموضوع تطور بتسلسل عجيب في أول أبريل 2024 صحيفة جلوبس الإسرائيلية كشفت إن في حاجة غريبة بتحصل لأول مرة في تركيا بحسب الصحيفة اللي أترك كان بقالهم خمس تيام يا إما بيأخروا الشحنات اللي رايح إسرائيل يا إما ما بيوفقوش عليها في نفس الوقت الصحيفة كشفت إنه من يوم الجمعة الموافق 29 مارس كل محد يخش على الموقع التابع للسلطات التركية علشان يدفع رسول تصدير الشحنات من تركيا لإسرائيل يظهر له إيرور أو خطأ اللي بيحاول يسجل شحنة رايحة لإسرائيل ما بيظهر لهش خيار إنه يدفع رسول دا كان بيحصل مع كل شحنة وجهتها إسرائيل وبما إن الرسول ما تدفعتش يبقى ما فيش شحنة حتتحرك لإسرائيل إيه اللي بيحصل أو إيه سبب التأخير في الوقت دا ما كانش في أي سبب معلن بيفسر ليه دا كان بيحصل لكن المستوردين الإسرائيليين لما اتقصوا وبدأوا يسألوا عارفوا إن اللي معطل الدنيا هي الحكومة التركية اللي حصل دا تبلغت به وزارة الخارجية الإسرائيلية علشان تتواصل مع الأتراك وتشوف ليه دا بيحصل ولكن الأتراك ما سبوش الإسرائيليين حيرانين كتير في 9 أبريل وزارة التجارة التركية أعلنت تقييد تصدير 54 منتج لإسرائيل اعتباراً من نفس اليوم ووضحت إن القيود دي هتفضل مستمرة لحد متلة قبيب تعلن وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين المنتجات أو السلع اللي تم فرض قيود عليها كان من ضمنها الأسمنت وحديد الإنشاءات والفلاز المسطح والرخام وقود الطائرات الخطوة دي كانت مفاجأة للكل بما في ذلك الإسرائيليين اللي كانوا مستبعدين حدوسها مش بس لأنها وعمرها ما حصلت قبل كده وإنما كمان لأن تركيا في الوقت دا بتواجه ضغوط اقتصادية كبيرة وبتحاول بقالها فترة طويلة نها تسيطر على مشكلة التضخم المتفاقمة وبالتالي التأدير الإسرائيلي هو أن الأتراك مش هيخطروا باتخاذ إجراء يزود من الضغوط الاقتصادية اللي وقع عليهم خصوصا وأن حجم التجارة التنائية بين تركيا وإسرائيل مش قليل بحسب معهد الأحصى التركي حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل وصل لستة فاصل تمانية مليار دولار في عالفين تلاتة وعشرين دا أي نعم أقل من حجم التجارة بين الطرفين في عالفين اتنين وعشرين لكنه لا يزال رقم كبير المهم الستة فاصل تمانية مليار دولار دول عبارة عن خمسة فاصل اتنين مليار دولار سلع ومنتجات بتصدرها تركيا لإسرائيل واحد فاصل ستة مليار دولار صادرات من إسرائيل لتركيا الأرقام دي لها معناية الأول هو أن إسرائيل بتعتمد على تركيا أكتر من اعتماد تركيا على إسرائيل الأتراك بالفعل هم سادس أكبر مصدر لإسرائيل والمعنى الثاني هو أن إسرائيل سوق مهم بالنسبة للصادرات التركية للمرتبة 13 في ترتيب أكبر الأسواق اللي بتتوجه لها الصادرات التركية المهم الإسرائيليين اتفاجأوا زينا بالخطوة دي واللي اعتبروها عدائية وده نعكس في تصريحاتهم خصوصاً تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ياسرائيل كاتس اللي هياجم فيها الحكومة التركية وعلى رأسها أردغان وفي نفس الوقت حدد بإجراءات مضادة رداً على الخطوة التركية السؤال بقى مين اللي حينضر أكتر؟ اللي هيحدد حجم الضرر اللي هيقع على كل طرف هو مدى قدرة الطرف ده على إيجاد بديل المشكلة الأساسية بالنسبة للإسرائيليين هي مواد البناء قرابة 40% من الحديد والصلب اللي استوردته إسرائيل من الخارج في 2023 كان جاي من تركيا بنتكلم على بضاعة قيمتها أكتر من مليار دولار في المقابل البضاعة دي بتشكل 8.2% من صادرات تركيا من الحديد والصلب في نفس الفترة نفس المشكلة موجودة في صناعة الأسمنت حوالي 55% من وردات إسرائيل من الأسمنت كانت جاة من تركيا الكميات دي على الناحية التانية بتمثل أكتر من 14% من صادرات تركيا من الأسمنت والمشكلة برضو بتكرر في القطاع الزراعي أكتر قطاعين في إسرائيل بيواجهوا خطر بسبب الإجراءات التركية هم البناء والغذاء والاعتماد الإسرائيلي على تركيا في المنتجات دي مش صدفة بالمناسبة يعني غير وجود اتفاقية تجارة حرة قائمة بين الطرفين فالأمر اللي هو علاقة بعوامل تانية أهمها أن المنتج التركي رخيص نسبيا وفي نفس الوقت تركيا قريبة جغرافيا من إسرائيل وده بيسمح بأن الشح يبقى أسرع وأرخص والنقطة دي تاخدنا للحل اللي إسرائيلين فكروا فيه في أبريل اللي فات وهو الاستراد من تركيا ولكن عن طريق دولة تالتة والاقتراح في الإطار ده كان هو الاعتماد على سولوفانيا البضاعة حتتحرك من موانئة تركيا تجاه سولوفانيا تتفرغ على أرضية المينة هناك ولكن مش هتدخل سولوفانيا هيعد تحملها من هناك على صفن رايحة للموانئ الإسرائيلية الإسرائيليين هنا بيرهنوا على إن الجمارك التركية هيكون من الصعب عليها تتبع مصار السفن اللي هتخرج من موانئها وبالتالي مش هتعرف الوجهة النهائية للبضاعة اللي خارجها من عندها بس مش دي الأزمة الأزمة الحقيقة هنا بالنسبة للإسرائيليين هي إن اللفة دي هتستغرق وقت طويل وبطبيعة الحال فلوس أكتر الشحن بالطريق ده من تركيا لإسرائيل عبر سولوفانيا هياخد في المتوسط 3 أسابيع في حين إنه في الطبيعي الشحنة كانت بتتحرك من تركيا وتوصل لإسرائيل بشكل مباشر في عدة أيام علشان كده الحركة دي الإسرائيليين مش هيقدروا يستعملوها مع كل البضايع اللي محتاجينها في تركيا لأنها في النهاية هتوقف عليهم بخسار المهم في ظل ما الإسرائيليين مشغولين إزاي يجيبوا البضايع من تركيا بدون ما الأتراك ياخدوا بالهم الأتراك للمرة التانية فاجؤونا وفاجؤوهم بتصعيد جديد يوم 2 مايو صحيفة جلوبس الإسرائيلية لحظت حاجة غريبة بتحصل أول ما جلوبس تتكلم لازم تقلق المهم بحسب الصحيفة تركيا بدأت تمنع أي سفينة تخرج من عندها تروح ميناء حيفة أو أشدود في نفس الوقت السفن اللي كانت شايلة بضايع إسرائيلية رايحة بيها تركيا الأتراك وقفوها في الميناء ورافضوا إنها تفرج حمولتها محدش نزد الحاجة وده كان شيء مثيل للاستغراب وسبب الاستغراب هو إن الإجراءات دي معناها إن تركيا فرضت حظر شامل على التجارة مع إسرائيل وفي اللحظة دي ما كانش فيه شيء معلن زي ده ولكن الأتراك برضو ما سابوش الإسرائيليين حيرانين كتير في نفس اليوم تركيا طلعت أعلانة فرض حظر شامل على جميع أشكال التجارة مع إسرائيل وده إجراء عنيف جداً وتصعيد غير مسبوق يا راجل ده روسيا أوكرانيا وهم نزلين ضرب في بعض بالسواريخ والقنابل في 2022 كانوا بيتجروا مع بعض وقابل أسابيع من انطلاق عملية طوفان الأقصى وتحديداً في سبتمبر 2023 أردوغان قابل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتانياهو لأول مرة بشكل شخصي على هامش اجتماعات القوة المتحدة في النيورك وساعتها أردوغان صرح بأن تركيا وإسرائيل حيبدأوا قريب ياخدوا خطوات مشتركة في التنقيب عن الطاقة وحيتعاونوا في تشغيل شبكات لنقل الطاقة لأوروبا عبر تركيا والاثنين وقتها اتفقوا على رفع حجم التجارة الثنائية بينهم لـ 15 مليار دولار على الأقل في المرحلة الأولى النهار ده احنا بنتكلم على تجارة ثنائية في طريقها للصفر تحول غريب في مصار الأحداث كان مستحيل تقريباً حد يتوقعه إن تركيا تقرر حاضر التجارة مع إسرائيل بالشكل ده معناه أولاً إن عندها رغبة شديدة في الضغط على إسرائيل وسانياً عندها قدر كبير من اللام وبلاء فيما يخص الخسائر اللي حتنتج عن القرار ده وده ياخدنا لتكلفة القرارات دي على تركيا تركيا طبعاً حيقع عليها ضرر وحتخسر فلوس ما نقدرش نحدد قيمتها دلوقتي وسبب الخسارة هو فقدان المصنعين الأتراك لزبائن كتير في إسرائيل والمشكلة هي إن جزء كبير من السلع محل الحظر مش من السهل إنك تلاقي مشتري بديل ليه أصل ده مش نفط ولا غاز لو قررت ما تبيعش لإسرائيل هتخلي السفينة تغير طريقها في البحر وتروح لدولة تانية أهم السلع اللي تركيا قررت تبطل تبعتها لإسرائيل بيعها في الأسواق الدولية بيتم من خلال عقود الاتفاق عليها بين المورد والمشتري بيستغرق وقته طويل وفي السياق ده نقدر نفهم قرار وزارة التجارة التركية اللي جي بعد أيام من قرار الحظر الشامي واللي بيد الشركات التركية مدة ما تزيدش عن ثلاث شهور علشان توفل عقود الموقعة بالفعل مع الجانب الإسرائيلي والبضاعة دي هتتبعت لإسرائيل عن طريق دولة تالتة مش من تركيا بشكل مباشر مفيش عقود جديدة الكلام على العقود القديمة واللي عدم تنفيذها غير إنه هيخسر الشركات التركية هيعرضها لخطر الملاحقة القانونية من جانب الموردين الإسرائيليين وده في الحقيقة نفس الخطر اللي بيواجه تركيا الإسرائيليين ممكن يشتكوا لهيئات دولية زي منظمة التجارة العالمية ويتهموها بإنها بتنتهك اتفاقية التجارة الموقعة ما بينهم سنة 96 طبعاً في وسط الدوشة دي كلها البعض شهور على النفط اللي لسه بيتشحن من تركيا لإسرائيل النفط ده لا يزال برا الخناءة لحد اللحظة الحالية وسبب إنه برا الخناءة هو إن النفط ده نفط أزربيجاني أزربيجان بتبعته للتركية عن طريق خط أنابيب باكو تبليسي جهان واللي زي ما هو واضح من اسمه بيمتد من حقول النفط الأزربيجانية ميناء جهان الصفن بتحمله بتودي الموانئ الإسرائيلية هل تركيا تقدر توقف الصدرات دي؟ في الحقيقة تقدر ودي حتكون ضربة قوية للإسرائيليين بس اللي حيتضرر يمكن أكتر من الإسرائيليين هي أزربيجان حليفة تركيا أزربيجان علاقتها جيدة مع إسرائيل وأزربيجان مش مهتمة ومش بتفكر في فرض حظر نفطي على إسرائيل هم ماضين معهم عقود وعاوزين ينفزوها من هذا المنطلق الأتراك سايبين أزربيجان تبيع النفط لإسرائيل من ميناء جهان هل ده ممكن يتغير خلال الفترة الجاية؟ هل ممكن تركيا تصعب أكتر وتمنع النفط الأزربيجاني من الوصول لإسرائيل عن طريق ميناء جهان؟ ده سؤال أتمنى تجاوبين عليه في التعليقات في النهاية لتلعبودكم الحلقة وحابين شوفونا تاني شتركوا في القناة استنونا في حلقات جديدة بإذن الله سلام